تعرف حبائي وخلينا أقولها بصريح العبارة أنا باحترم كل مسلم الذي يقول لي شخصيا هذا ديني وهذه قناعتي وأنا أؤمن بالإسلام أحترم هذا الشخص من كل قلبي لأنه إذا أنت بتؤمن بالحق عليك أنك تقدم الحق بتاعتك وإذا أنا بقدم الحق عليي أنه أنا مسؤول أنه أقدم الحق لأنه الموضوع مش بينه بينك يعني الموضوع مصيري أبدي الموضوع بين إلهك وبين إلهي فالفكرة هو ما هواش مين بينتصر على التاني ومين بيفحم التاني ولكن أحترم الشخص الذي عنده قناعة في إيمانه في عقيدته في ديانته ولكن خلينا أقولها من ناحية تاني بصريح العبارة أنا لا أحترم الذين يحرفون الكتاب كتير من أحباء المسلمين بحاولوا يحرفوا كتابنا لمصلحتهم وهذا بنشوفه على التواصل السوشال ميديا عم بحاولوا أنه يتواصلوا بطريقة أنه بحرفوا الكتاب بحوروا الكتاب بنقصوا من الآيات بيستخدم آية صغيرة أو معينة تستخدم دين آخر لمصلحة من فالكتاب واضح صدقني أنا أدعوك وهذا التحدي قلت عدة مرات إذا أي شخص بيقرأ العهل الجديد أنا أقول 80% من اللي رح يقرأ العهل الجديد رح يؤمنوا بيسوع المسيح فالسؤال ليه أنت بتخاف تقرأ الكتاب المقدس ولماذا يسمح بكتب الإلحاد وكتب الشعوزة والسحرات والأبراج في بلادنا العربية وتكثر حتى القنوات الفضائية ولا يسمح بالكتاب المقدس أليس هذا جواب كافي يقنعك أن هذا الكتاب هو كتاب إلهي يقول الكتاب يعني الرب يسوع بقول ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به في ناس إما عن حقد أو كرهية عاوز يبرز دينه بس على حساب بشيء احنا بتكلم عن تفوق المسيح حكيه لي عن تفوق النبي بتاعي وجيب أدلة ما تحكي لي مثلا يعني هو أشرف خلق الله أو أفضل شخصية قولي لهذه الأسباب واحد تنين تلاتي أربعة خمسة لهذه الأسباب أنا أؤمن فإذا أنا أحترم المسلم المخلص ولكن لا أحترم أي شخص يستخدم الكتاب وعارف وهو عارف لو قرأ فقط النص يعني السياق النص هو بيعرف ولكن يتحاشى لمصلحة من أتذهب بأبديتك إلى جحيم النار وتقود معك أناس كثيرون من البسطاء اللي ما عارفه بسبب أنك عاوز تربح ولا مصلحة أتمنى بتمنى أنه الرب يصحينا اليوم والرب يتعامل معنا في هذا الوقت موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر